بحسب ما علمنا من النادي الاهلي وخبر ايضا سعيد جدا لجماهير النادي الاهلي زي ما كنت بقولك خبر سعيد من شوية لجماهير النادي الزمالك بخصوص عمر جابر النادي الاهلي كمان تلقى خبر صار النهاردة ان رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد جاهزين لمواجهة الزمالك في نهاية السوبر الاتنين كانوا موجودين في مران الفريق النهاردة الجماعي وجاهزين بالشكل التام ان هما يلعبوا مباراة الزمالك بحسب طبعا قرار الجاهز الفني رامي ربيعة اكيد هيلعب عمر كمال عبدالواحد ده هيبقى قرار الكولر هل هيعتمد على عمر تاني ناحية اليمين هيحط اكرم توفيق ناحية اليمين خلونا نشوف لكن رامي ربيعة اكيد حافظ مكانه في التشكيلة الاساسية بسم الناحة تانية خاد عبدالفتاح هو مش اساسي في النادي الاهلي اشتكى من اصابة في العضلة الخلفية واللاعب هيبدأ برنامج تأهيلي سريع جدا عشان يتعافى من الاصابة قبل مباراة نادي الزمالك وان كان يعني فرصة اللاعب في المشاركة في مباراة الزمالك او حتى مباراة العين ممكن يبقى فيها بعض الصعوبات بعض الصعوبات دي حكاية ده بالنسبة خاد عبدالفتاح لكم خبر كمان مهم جدا مارسل كولر تلقى طلب من اشرف داري المدافع المغربي بالنادي الاهلي قال له اشرف داري بيقول لي كولر انا عايز العب مباراة الزمالك اللي جاية هتحامل على نفسي هو عنده مشكلة في كاحل القدم قال له اقدر اتحامل على نفسي وقدر العب المباراة مارسل كولر كعدته رفض تماما هزا الامر وقال له مفيش حاجة اسمها لعب بالمسكنات وانا عايز اجهزك لمباراة العين في كاس الانتر كونتنينت اللي هي هتبقى يوم 29 اللي جاي وبحسب ما احنا عارفين مارسل كولر ما بيشاركش اي لاعب في تشكيلة النادي الاهلي مهما كانت اهميته الا اذا كان مكتمل الشفاء وبالتالي اشرف داري حظوظه صعبة جدا في المشاركة خلال مباراة الزمالك اللي جاي ان شاء الله في السوبر